من قناة الجديد مساء الخير في عنوين هذه النشرة الكابتاجون يباع في سيارات قوى الأمن ابحثوا عن المقدم جيم الاشتراك على الحلو والمستقبل على الصمت قلت الحكي أفيد هالقيام في الخاص تحالفه عون جعجع في ميزان النيابية بيزيد حصتهم من هذه الدوائر بين 13 و15 مقعد يعني بيصير بين 42 و44 نايب لهم بهذه الدوائر سمحة أمام العسكرية في حياتي لحظاته تخلل سارين ليبيا بيد المتشددين وأول ظهوره في سوريا وفي النشرة فوتوماد في بيرود صورنا عابرة للمتوسط تفاصيل هذه العنوين وأكثر تتابعونا في النشرة بعد قليل أهلا بكم لم يتم العثور بعد على فريق إنقاذ يضرب جلسة الثامن من شباط ويتبرع بتغطيلها لكن البحث مازال جاريا عن شاطر غير حسن يعلن مسؤوليته عن تفخيخ النصاب ويفجر نفسه سياسيا وإلى ذاك الحين فإن الكتلة نزل عليها وحي التفكير والتريث المعطوف على الإنكباب في غرف الاجتماعات وتجميل الصمت بوصفه أجمل اللغات فالكتائب تعلن موقفها غدا في مؤتمر لرئيسها سامي الجميل المستقبل شاور بالريع على مستوى نادر ونهاد وخرج وزيره الداخلية ليؤكد أن قلة الحق مفيدة أكثر فيما لزم الموقف لعضو المكتب السياسي للمستقبل مصطفى علوش الذي أعلن أن الجلسة المقبلة لمجلس النواب لن تسفر عن انتخاب رئيس مرجحا صدورا لموقف الرسمي والنهائي للحريري في خلال إحياء ذكرى الرابع عشر من شباط والترويم المغناطسي السياسي أصاب حزب الله الذي من المرات النادرة يقرر تأجيل رعده وعدم اجتماع كتلة الوفاء لعون هذا الخميس على الرغم من ضرورتها وحده زعيم الاشتراكي وليد جملاط جمع حزبه مع كتلته وليته لم يفعل فهو رحب بتقارب عون جعجع وثمن ترشيح فرنجي لكنه أعلن استمراره في ترشيح وانريحل كخط اعتدال مرفقا موقفه هذا بصورة على تويتر تمثل شجرة بجذعين ينتصفها عمود حديدي عادم للمرشحين يعرف أبو تيمور تزديده في المكان والزمان الرئاسي المناسبين على قاعدة وصلتم أخر يا حلو مهمية جملاط لقت اتصال شكر من عون وتعليقا تثمينيا من جعجع الذي قال إن زعيم الحزب التقدمي ميثاقي بطبعه وفي كل المرات يبدي حرصه على العيش المشترك والدك السياسي ماشي حيث يدفع كل طرف الآخر نحو الهاوية توصلا إلى تمديد الفراغ فيما يكاد رئيس المجلس يذوب في صمته وفي تركيزه على فعالية عشبة أسترالية شافية من السرطان ربما تجنبا لفاتورة الحكيم غير أن الرئاسة مرض عضال والزمن كفيل بشفائها أو على الأرجح بإبقائها في بوت سريدي وحتى لا تنتظر قوى الرابع عشر من آذار قضية تفعل فيها حضورها من الآن حتى ذكر اغتيال رفيق الحريري فإن ميشيل اسميحة ملف جاهز ناظر حاضر بكل تفاعلاته المضافة إليها لحظات التخلي التي أدل بها أمام المحكمة العسكرية اليوم مرفق ربطا بآخر إصدارات فرع المعلومات عن تسجيلات اسميحة والتي تدخل اليوم إلى سماعة المملوك وتنزل للأسواق الإعلامية تسجيلا دارة بين الطرفين المقدم بشارن جيم الرقم أربعة عشر المخالفين الذين يجلس تجوابهم في تهم صادمة تحقيق للزميلة يومنا فواز من سلم العسكريين لخاطفيهم؟ من هو؟ بشارن جيم أمر فصيلة أرسال هو المسؤول عن كل هاي الأمور هو مسؤول عن عذاب الأسرق ما في أوامر لا حدا يطلق النار ليس هذا فحسب فملف المقدم بشارن جيم مملؤ بالفضائح هيدا بشارن جيم كان يخذ العناصر تبعه على محطة الغسيل تبعه على محطة غسيل السيارات يرشن يغسلن كأنه يغسل سيارة هيدا إنسان ظالم لا تقف قصته عند منعه العناصر التابعة له من قتال المسلحين في عرسال فالمقدم هرب من مكتبه قبل نصف ساعة من اقتياضهم كرهاء بزريعة أنه مطلوب لداعش وفي نيتهم تصفيته هذا الضابط الذي كان طول سنوات قائد فوج التدخل السريع في قوى الأمن الداخلي كانت الحدود البرية كلها من القاع وصولا إلى بعلبك تحت أمرته عدا أنه كان آمر فصيلة عرسال سابقا قبل أن يعود إليها مع بدء الأحداث فيها أطلق عليه لقب أبو عنجيم بسبب العلاقات الممتازة التي نسجها مع الجميع وعلاقاته المشتبه فيها بالمهربين على أشكالهم وأصحاب المعامل على أنواعها أيضا التي خلقت علامات استفهام حوله وكان يتميز بأنه يعرف طريقات البلدة ومداخلها الداخلية والحدودية نعود إلى والد وائل حمص وكأن الله سمع دعاءه هذا إنسان لازم يحكم في نيسان من العام الماضي وقع المقدم الجيم في فخ أعماله وأن لم تكن السقطة في قضية المخطفين إلا أن التحقيق معه بدأ بطهم جسيمة تسيء إلى العنصر وسمعة السلك ففي وثيقة عقوبته التي حصلنا عليها والتي فردها وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق فأن مكتب المخدرات أجر تحقيقا معه ومع عناصر يعملون معه ليتبين أن المقدم الجيم خبير بصناعة المخدرات وبيعها إذ صنع مادة الكابتاجون باعها استخدم آلات عسكرية لنقلها واستعانى بالعناصر معه واستخدم أيضا إركاما هاتفية أمنية بعدما ثبتت التهم عليه وبعدما اعترف العناصر بأنهم نقلوا حبوب الكابتاجون في الأليات العسكرية بناء على طلبه حاوله إنجام تضليل التحقيقات من خلال التواصل بهم لإعطاء إفادات لمصلحته وكذلك مع مشبوهين بتجارة المخدرات وفوق كل ذلك تبين بحسب التحقيق المسلكي تبعا لملف التحقيق العدلي أنه كان يستغل العناصر والأليات العسكرية الموضوعة في تصرف القطعات التي كان يرئسها لمصلحته الشخصية وأمور أخرى لا تتعلق بالخدمة بتاتة المقدم بشارنجيم الذي توسع في صلاحياته على حسابه واستغل منصبه للعمل في الممنوعات اللي لا يزال يحاكم وأن تركه بنتيجة سندي إقامة المقدم بشارنجيم معي تواصل معه عبر الهاتف للوقوف على تفاصيل التهم نفى بداية أن يكون له أي علاقة وقال أنه لا يزال يعمل في مدرية قوى الأمن الداخلي وأنه على استعداد لمقابلتنا إلا أن ذلك لم يحدث بعد تدخل أحد المسؤولين في قوى الأمن الداخلي كذلك جاءنا رفض السماح له بالحديث إلينا على أن تبقى القضية طي القتمان بحسب مدرية إلا أن قضية بهذه الحجم ومسؤول أمني بهذه المسؤوليات ونقصد هنا المقدم جيم ملفه ممتلئ بالمصائب لا بد أن ننقل الحقيقة للناس كي يكون عبرة لكل من تسول له نفسه استغلال موقعه والمخاطرة بحياة الناس أمن فواز قناة الجديد تفاهم القوات والتيار على ترشيح عون يشغل المجالس السياسية المختلفة لا تزال الساحة السياسية اللبنانية تعيش على ترددات ترشيح رئيس القوات سامير جعجع رئيس تكتل التغيير الإصلاح ميشيل عون لرئاسة الجمهورية ولغرض تحديد الموقف من التطور هذا عقدت قتلة اللقاء الديمقراطي اجتماعا برئاسة رئيسها النائب والجمبلاط في كليمانسو ليرحب اللقاء في بيان بالتقارب الحاصل معتبرا أن المصالحة المسيحية المسيحية خطوة مهمة على مستوى تعزيز مناخات التفاهم الوطني وبعد تثمين ترشيح النائب سليمان فرنجي وترشيح عون أكد اللقاء استمرار ترشيحه لعضو اللقاء هان ريحلو الذي وصفه البيان بممثل خط الاعتدال ونهج الحوار قرار عبر جمبلاط عن رأيه فيه من خلال صورة نشرها على موقع تويتر جعجع رد على بيان اللقاء الديمقراطي بتثمين حرص جمبلاط على العيش المشترك معتبرا أنه ميثاقي بطبعه كذلك اتصل عون بجمبلاط شاكلا له على موقفه وبعد صمت كتلة المستقبل في الساعات الماضية ورمي القرار عند رئيس التيار سعد الحريري التقى الوزير نهاد المشنوق ومستشار الرئيس الحريري نادر الحريري رئيس المجلس النيابين بهبري وبعد اللقاء التزم المشنوق الصمت الأزرق بس هو الفيتو صعودي ولا مستقبلي على العيش اللي تحكي أفيد هالأيام وفي اتصال في برنامج الحدث أكد المسؤول الأعلامي في تيار المردة المحامي سليمان فرنجي أن دعم جعجع لعون لا يغير في المعادلة الرقمية التي ترجح فرنجي في المجلس النيابي وصول العماد نشيل عون إلى الرئاسة الجمهورية يجب أن يليه يعني فشل وصوله إلى الرئاسة الجمهورية يجب أن يليه تلقائيا ترشيح لتكتل تغيير والإصلاح على رأس العماد نشيل عون عن يرشح سليمان فرنجي اللي هو مثل ما قال خينا سيمون هو جزء من تكتل تغيير والإصلاح وبالتالي تكون الرئاسة ضمن هذا التكتل وإذا بدك تكون الرئاسة بين الأب والابن لنختصر المسافة العماد عون قال ما عندي بلان بي مش موجود نعم السليمان فرنجي مستمر في ترشيحه لرئاسة الجمهورية البطريارك الماروني الكاردينال مربشارة بوتروس الراعي وصف الترشيح بالمبادرة الجميلة مؤكدا أن المطلوب رئيس من صمع لبنان وملمحا إلى ضرورة حصوله على موافقة إقليمية ودولية ما بيمشي بلبنان رئيس تحدي لكن بيمشي رئيس مقبول رئيس حكيم مدرك في سئة سئة الشعب فيه من هون أنا بقول الكتل السيوسية والنيابية بدأت تحمل مسؤوليتها سواء بدون تفرد سواء يتحملوا هالمسؤولية نحنا من بارك كل مبادرة بتصير بهالنوع السنة قالوا نحنا اليوم معنا بقصرنا أحرار لازم يكون صنع لبنان ونحنا نصلي يوميا تكون صنع لبنان بمعنى أنه صنع لبنان كيف أنه اللبنانيين الكتل السياسية والنيابية تتحمل مسؤوليتها وتنطلق طبعا بقراءة بقراءة الأوضاع الإقليمية والدولية وتجيب الرئيس اللي هو مقبول داخليا وإقليميا ودوليا وأضاف الرعي في تصريح أدل به في مطار بيروت الدولي قبيل مغادرته إلى الفاتيكان أنه سيثير موضوع رئاسة الجمهورية مع الحبر الأعظم تفاهم عون جعجع بوسطة انتخابية جديدة في حال تحول التفاهم الرئاسي إلى تحالف الانتخابي النيابي ووجوه النيابية بارزة قد تغيب تقرير للزمير عمز القاضي ماذا لو انسحب تحالف القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر على الانتخابات النيابية المقبلة وإن كان هناك من يقول أن هذه الانتخابات لا تزال في مهب الغيب إلا أنها ستحصل عاجلا أم آجلا هذا السؤال الفرضي حملناه إلى الدولية للمعلومات التي أجرت حسابات وفقا لقانون الستين الذي أجريت على أساسه انتخابات عام 2009 فكانت هذه النتائج في دائرة بيروت الأولى حيث هناك خمسة مقاعد لم يحصل على أي من مقاعدها كل الحزبين يمكن للتحالف أن يكتسحها دائرة المتن الشمالي حيث تضم ثمانية مقاعد وحصل على ستة منها التيار في الانتخابات الأخيرة يستطيع التحالف أن يأخذها كاملة وبالتالي يكون مستقبل رئيس الكتائب سامي الجميل على المحك في دائرة كسروان لا يغير شيئا التحالف إلا فيما خص توزيع المقاعد بين الحزبين التي يسيطر عليها عون في دائرة بعبدة أيضا لا تغيرات جوهرية أما في زحلي حيث هناك سبعة مقاعد حصلت القوات على ثلاثة منها في الانتخابات الماضية يستطيع التحالف أن يربح الجزء الأكبر منها إذا ما تم التحالف مع الكتلة الشعبية هذا الأمر ممكن أن يتكرر أيضا في جزين فيما في الكورة حيث ثلاثة مقاعد فحساباتها خاضعة للتحالفات ومنها دور الحزب القومي في أي جهة يقف أما البترون حيث هناك مقعدان حاليا يشغله بطرس حرب وطوني زهرة يستطيع التحالف الإتيان بجبران بسيل مكان حرب والصورة على حالها في بشري حيث الكلمة للقوات اللبنانية بالألفين وتسعة حاز الطيارة الوطن الحر على واحد وعشرين نايب والقوات اللبنانية عتمان نواب في حال حصول التحالف بيناتهم برأيه بيرتفع العدد أو بيزيد حصتهم من هذه الدوائر بين 13 و 15 مقعد يعني بيصير بين 42 و 44 نايب نايب لهم بهذه الدوائر وبالتالي أنون الستين وتحالفهم ضمن هالأنون بيحقق لهم فوز إذا بدنا نحكي بأنون آخر وهو أنون النسبية أكيد حصتهم بترتفع مش 13 بترتفع لحدود العشرين نايب وبالتالي بيصير حصتهم بمجلس النواب بحدود الخمسين نايب حساسية وليد جنبلاط من التحالف الماروني هل تجد لها مبررات انتخابية في الشوف وعليه وماذا عن معقل زعيم المرد سليمان فرنجي في صغرته برأيي أنا بالشوف ما بيقدر تحالف عون الطيار الوطن الحر يعني والقوات اللبنانية ما بيقدر يعمل أي خرق بالشوف لأنه الشوف هو ثلاثة قتلة انتخابية كبيرة الكتلة الدرزية الكتلة السنية والكتلة المسيحية ففي حال تحالف الكتلة الدرزية مع الكتلة السنية ما بيقدر تحالف عون القوات يعمل أي خرق بالشوف بالنسبة لعليه الأمر قداش ممكن يعملوا بتحالفهم مع المير طالدستان خرق ضمن الطيف الدرزية إذا ما قدروا يعملوا خرق ضمن الطيف الدرزية يعني أسما من الدروز يقايدوا التحالف هذا كمان وضعهم ما بيختلف عن وضع بالشوف صغارتها بتصور خارج المنافسة لأنه صغارتها هي انقسامة بين طيار المردة وبيت معوض وبالتالي حضور الطيار الوطن الحر قليل وحضور القوات أيضا قليل فتحالفهم ما بيقدروا يهزولوا عرشه لسليمان فرنجية إلا إذا هذا التحالف وقف ضد سليمان فرنجية ما نقصد إذا هن القوات والعونية وقفوا ضد سليمان فرنجية تحالفوا مع معوض مع معوض ممكن تتغير بمقعد واحد مش أكتر مقعد واحد ما بيكتسحوا ما بيكتسحوا لا لأنه بالنهاية بتتحرك نوع من الحساسية المحلية إذا بدك وبالتالي وضع سليمان الفرنجية بيدل قوي بصغارتها كل هذا يبدأ لحساب المسيحيين المستقليين وحزب الكتائب في حال حصوله طبعا وتمكن هذا التفاهم من التحول إلى ثنائية مسيحية ميشيل سميحة يمثل أمام المحكمة العسكرية وأهالي الموقفين الإسلاميين يتظهرون خارجها للمرة الأولى منذ تخلية سبيله يمثل الوزير السابق ميشيل سميحة أمام المحكمة العسكرية لاستكمال استجوابه سميحة وصل باكرا إلى المحكمة وسط إجراءات أمنية مشددة ودخل من أحد أبواب المحكمة الخلفية نظرا لتزامن الجلسة مع اتصام لأهالي الموقفين الإسلاميين الذين اعترضوا على خروج سميحة في القاعة بدأ فريق الدفاع المطالبة بالحصول على دات الاتصالات من شركة MTC بعد الاستحصال عليها من شركة ألفا فرد القاضي بأن كتابا أرسل بهذا الصدد والمحكمة في انتظار توفير الشركة لهذه الداتا رئيس المحكمة القاضي توني لطوف استجواب اسميحة طوال ساعتين وأبرز ما جاء في الاستجواب سؤال اسميحة إذا ما استغرب أو شكك ولو مرة في نيات الكفور للإيقاع به خلال لقاءاتهم فكان جواب اسميحة دائما بأنه لم يشك يوما وحين سأل القاضي كيف لرجل سياسي محنك مثلك ألا يشك ولو لمرة كان رد اسميحة بأن في الحياة لحظاتي تخلن وقال للقاضي معك حقك لازم فكر هيك وحين سأل القاضي عما إذا كان اسميحة قد فكر في عواقب هذا العمل قال اسميحة أنك فوري طلب منه شيء محدد وهو المتفجرات فأجاب القاضي ساخرا بس هالشيء فرد اسميحة بالقول كتعم فكر بالحدود وبالبلد وبالوطن وحين سأل القاضي ألم يكن من الأسهل أن تصيله بالأجهزة الأمنية كونك سياسيا وتجنب نفسك المشاركة شخصيا قال اسميحة الحكومة أنذاك كانت تعتمد النأية بالنفس والجيش اللبناني لم يكن يتمتع بالغطاء السياسي الكافي حين ذاك سأل القاضي هل اعتبرت نفسك مسؤولا عن الحدود فرفض اسميحة الإجابة عن السؤال يحاول فريق الدفاع عن اسميحة جاهدا الحصول على ذات الاتصالات لإثبات أنك فوري هو من قام باستدراج اسميحة من خلال الإصرار عليه على أن أجوبة اسميحة في جلسة الاستجواب التي أوحد برغبته في حماية الوطن على حد قوله قد تعطي فريق الادعاء فرصة ضحض حجة الاستدراج من خلال تظهير وجود التقاء مصالح بين كفوري واسميحة أما فيما يتعلق بسير المحاكمة فأمام اسميحة بعد عدد من جلسات الاستجواب وصولا إلى جلسات المرافعة وبعد انتهائها جميعا سيعاد توقيفه في سجن الريحاني حتى إقرار الحكم بريئا كان أم مذنبا أدم شمس الدين قناة الجديد انخفض سعر النفط في الأسواق العالمية فهل ينعكس انخفاضا في أسعار السوق اللبنانية تحقيق من خاص للزميلة دارين دعبوس منذ نحو ثمانية عشر شهرا وأسعار النفط في الأسواق العالمية تتهاوى على نحو دراماتيكي انخفاض تلو انخفاض حتى وصل سعر برميل النفط إلى أدنى مستوياته منذ اثنين عشر شهرا فسجل ما دون تسعة وعشرين دولارا من أصل نحو مائة وثلاثين دولارا للبرميل وقد رافق انخفاض سعر الذهب الأسود هبوط ملحوظ في سعر صرف اليورو أمام الدولار منذ قرابة ثلاث سنوات لبنان الذي يتمتع بنظام اقتصادي حر اعتدى مواطنوه غلاء الأسعار فقط فهل يستفيد المستهلك اللبناني هذه المرة من هذا التراجع الحاد؟ مؤشرات الأسعار دايماً عم تشير إلى ارتفاعها المؤشرات اللي صادرة عن الدولة أو صادرة عن جمعية المستهلك بأحسن الأحوال عم يصير استقرار بالسعر النقل بعد أسعاره مثل ما هي بالوقت انخفض كلفة النقل الفعلية الحقيقية بحدود الـ 50% الخضار حدث ولا حرج اليوم بأوضاعه والمسؤول الرئيسي عن هذا الموضوع مش المزارع على الإطلاق ولا الطاقص المسؤول الرئيسي هن تجار المفرق اللي نسبة أرباحهم تتجاوز عحياناً الـ 250% ثلاث سنين ما بين 2009 و2012 الارتفاع السنوي الوسطي كان بحدود الـ 5% بأسعار عنا بالثلاث سنوات التالية 13-14-15 المؤشر كان بحدود الـ 1.2% ثانوياً عم نحكي عن وسطي بالـ 2015 بالذات إذا أخذناها لحالة تقريباً في يقول أنه هناك ارتفاع شبه معدون يكاد يكون مساوي للصفر يعني مش بالضرورة إذا مع انخفاض أسعار النفط ربطة الخبز القوت الأساسي واليومي للمواطن لا تزال تحافظ على سعرها مع احتمال زيادة وزنها التابلون اللي عاملينه بالماضي بيقول تنتي المزود سعرها 16-1300 اليوم 10-1300 فرق 6-1000 فرق 6-1000 ينطلقوا منهم قداش هني بيطلع لهم ويقضوا شوي زيادة مني أنا بس ما يحلم المواطن أنه والله راح تزيد الرغيف أو شي أكيد لا ما فينا نقعد بالمن والسلوى ويشرح من كان بها ملما أن انخفاض الأسعار في لبنان في السنوات الست الأخيرة كاد يكون أكبر لو لا مقاومتها هالثلاث عوامل مواصف الرقابة وقانون تمثيل التجاري اللي بيحمي كبار التجارة والمستوردين وطابع الاحتكار للأسعار هؤلث الثلاث عوامل عامية حدوا من انخفاض الأسعار أكثر أنه ما يتوقع الناس تراجع بالأسعار بالعكس اتجاه العام هو الزيادة ويبدو أنه بات عرفا أن الأسعار التي ترتفع في لبنان لا تجد لها طريقا نحو الهبوط لكون تركيبة الاقتصاد اللبناني تسيطر عليها الاحتكارات فتسعر السلع بحسب مصالح الصناعيين والتجار ومطامعهم في جني الربح السريع لا بحسب العرض والطلب دارين دعبوس قناة الجديد أهلا بكم من جديد إطلاق وسراحي أمير باب التباني حسام الصباغ بعد سنتين سجنيتين وسط إطلاق المفرقعات النارية والابتهاج استقبل حسام صباغ في باب التباني ليلا في أول زيارة له بعدما أمضى سنتين سجنيتين وقد كان في استقباله حشد من أبناء طرابلس وباب التباني وفي دردشة مع الأهالي تمنى الصباغ أن تكتمل الفرحة بإطلاق الموقفين كافة الصباغ المعروف بأبو الحسن هو ابن مدينة التباني يحمل الجنسية الأسترالية إلى جانب الجنسية اللبنانية وكانت المحكمة العسكرية قد دانت الصباغ بالانتماء إلى تنظيم مسلح بقصد ارتكاب أعمال إرهابية ما يجعله أقل المحكمين مدة سجنية بين قادة محاور باب التباني مع أنه كان يعد أبرزهم وارتبط اسم الرجل بإرسال المسلحين إلى سوريا وزج اسمه في تقرير مسرب عن استخبارات الجيش لربطه بمهندس التفجيرات نعيم عباس وقبلها ارتبط اسمه بخلية تجنيد مقاتلين لإرسالهم إلى العراق فيما تشير مصادر إلى أنه كان إدفائيا في زمن جولات الصراع بين التباني وجبل محسن ولم يشارك مقاتلا في أحداثها بل كان ينزلوا على الأرض لتهدئة الأوضاع النائب الممدد خالد الظاهر انتقض بعد زيارة مفتي الجمهورية عبداللاطيف داريان أحكام المحكمة العسكرية في جرائم العملاء داعيا إلى محاكمة الوزير السابق ميشيل اسميحة أمام المحاكم المدنية بموضوع ميشيل اسميحة المجرم أنا سأتقدم بدعوة قضائية لدى المحاكم العدلية ونتمنى أن يوفق وزير العدل كما وعد بإحالة ملف المجرم ميشيل اسميحة إلى المجلس العدلي لمتابعة المحاكمة وإنزال العقاب اللازم وليس كما حصل في المحكمة العسكرية بتخفيف كل جرائم ميشيل اسميحة وكأنه شخص مغرر به أو كأنه شخص نقل بعض المتفجرات أو الأسلحة هو جزء من عصابة وهو جزء من مؤامرة لم تكن تخصني أنا شخصياً كما ذكر اسمي أكثر من مرة وبعض المفتين والمشايخ بل أيضاً كان يريد تفجير البلاد عبر استهداف الأفطرات وجماهير اللبنانيين وحتى زيارة البطرق إلى العكار في ذلك الوقت كانت في بنك الأهداف التي كان يريد تخريب لبنان من خلالها خدمة لأهداف ولأغراض خارجية أسامة سعد في الذكرى الحادية والثلاثين لمحاولة اغتيال مصطفى سعد نعاهدك على الوفاء لنهجك لمناسبة الذكرى الحادية والثلاثين لمحاولة اغتيال رمز المقاومة الوطنية اللبنانية الراحل مصطفى سعد غصت جبانة صيدة سيروب بالوفود التي وضعت الأزهار على ضريحه ففي الوقت الذي يتعرض فيه لبنان للتهديد الصهيوني والتهديد الإرهابي وفي الوقت الذي يعاني فيه اللبنانيون من الأزمة المعيشية الخانقة ويضطر شباب للبنان للهجرة بحثا عن لقمة العيش في هذا الوقت يعيش أركان الطبقة الحاكمة في عالم عخر فاختلفون على اختيار رئيس الجمهورية يؤمن مصالح كتلهم المتصارعة ومصالح مرجعياتهم الإقليمية والدولية المتناحرة بينما النفايات تملأ الشوارع والساحات وبينما الفساد ينخر أساسات الدولة لم يعد أمام أبناء الشعب اللبناني من خيار سوى التحرك والنضال من أجل التغيير وختم سعد متعاهداً التزام نهج الراحل دكتورة في إدارة الأعمال للسفير علي عواض العسيري بنانح عائل سعيد محمد عواض عسيري درجة الدكتورة تخصص الاقتصاد منحت كلية إدارة الأعمال في جامعة بيروت العربية السفير السعودي في لبنان علي عواض عسيري درجة الدكتورة في إدارة الأعمال على أطروحته التعاون الاقتصادي الإقليمي في العالم العربي دراسة مقارنة وقد أقيمت المناقشة في قاعة جمال عبد الناصر بحضور سياسي وديبلوماسي وأكاديمي وأعلمي ضم الرئيسين ميشيل سليمان وفؤاد السنيورة إلى رئيس الجامعة والأمين العام وفي كلمته أشار السفير السعودي إلى أن مضمون أطروحته يعبر عن آرائه شخصية ولا يمثل وجهة نظر حكومة المملكة العربية السعودية الدكتورة كانت بإشراف عميدة الكلية والأستاذ المشارك في جامعة أكسفورد اشتياق أحمد إلى جانب لجنة المناقشة التي تألفت من عميد كلية إدارة الأعمال في جامعة روح القدس الكسليك ونائب حاكم مصر في لبنان الدكتور سعد عنداري ومدير الأبحاث في بنك البحر المتوسط نبهت شركة ألفا بإدارة أوراسكوم للاتصالات مشتركيها إلى أنه يجري التداول وبطريقة احتيالية برسائل قصيرة عبر تطبيقات التراسل كواتساب وغيره تدعي زورا أنها صادرة عن شركة ألفا وعن رئيس مجلس إدارتها ومديرها العام المهندس مروان الحايك وأنها تقدم هدايا لمن يقوم بزيارة رابط مجتمع فيه مرفقا بالرسالة أو لمن يتصل برقب دولي مرفق بها للفوز بسيارة أو غيرها وتدعوهم إلى زيارة مقر الشركة للحصول على هديتهم وأكدت شركة ألفا أن هذه الرسائل غير صادرة عنها وما هي إلا وسيلة لخداع المشتركين عبر زجي زورا باسم رئيس مجلس إدارتها لإقاع بهم وخطت مشتركيها على التجاهل هذه الرسائل الخادعة والخبيثة وعلى عدم زيارة الرابط المرفق بها أو الاتصال بالرقم المشتبه فيه وهو ما من شأنه أن يعرض للقطر المعلومات الشخصية المتعلقة بهم والبيانات العائدة إلى هواتفهم الذكية كما وتكبدهم تكاليفة مالية إضافية أهلا بكم من جديد أكد دبلوماسي روسي أن بلاده ستدعم وفدا بديلا من المعارضة السورية ليفاوض الحكومة في محادثات السلام المزمع نيقادها في جناف هذا الشهر إذا لم يعدل فريق المعارضة الحالي أو إذا قاطع المحادثات وقال الدبلوماسي أن روسيا تحاول توسيع وفد الرياض ليضم المعارضة المعتدلة أو أن يكون هناك وفد معارض منفصل مصادر السورية كشفت أن الوفد الحكومي السوري إلى جناف سيكون برئاسة المندوب السوري في الأمم المتحدة بشار جعفري ونائب وزير الخارجية فيصل المقداد مشرفا عاما كما سيضم الوفد حقوقيين وباحثين وموظفين من الخارجية السورية وتشير مصادر الأمم المتحدة إلى أن مفاوضات جناف لن تجري في الخامس والعشرين من كانون الثاني الجاري بل في الثامن والعشرين منه ميدانيا أعلن المصد السوري لحقوق الإنسان أن المسلحين اختالوا مسؤولة جبهة النصرة في مدينة أريحة بريف إدلب ياد العدل كذلك طالت الاختيالات محمد عبد الوهاب القيادي الإداري بالنصرة في المدينة نفسها ليبي احتفظت في عدل قذافي بغاز السرين والمتشددون سرقوه بعد سقوط النظام كشف السياسي الليبي البارز في النظام السابق أحمد قذافي الدم أن نظام الزعيم الراحل معمر القذافي لم يدمر كل مخزوناته من غاز السرين بحسب ما تعهد للمجتمع الدولي واحتفظ بكميات من الغاز السام مشيرا إلى أن تلك الكميات باتت في الوقت الحالي تحت سيطرة الجماعات المتشددة ومؤكدا أنها تكفي لتهديد دول الجوار وقال قذافي الدم في مقابلة صحفية إن ما أعلنته طرابلس الغرب من أنها سلمت ما لديها من غاز السرين لم يكن صحيحا بمجمله فليبيا في عهد القذافي كانت تسعى لامتلاك قنبلة نووية إسلامية ودعمت باكستان في الحصول على سلاح رادع ليس من أجل شيء وإنما لأن العدو الصهيوني لديه هذا السلاح ونحن كمسلمين وعرب ممنوع علينا امتلاك هذا السلاح أضاف قذافي الدم وأشدد على أن كميات بقيت عند نظام القذافي تكفي للقضاء على جزء كبير من العالم وتهديد دول الجوار وقال إن المصلحين المتشددين عندما استولوا على الجنوب الليبي حصلوا على السالين والآن يتاجرون به وهو الذي استخدم في سوريا كما استخدم في أماكن أخرى وهو موجود الآن في طرابلس الغرب وهذا شيء مخيف وخطر لذلك حذرنا منه لأنه قد يؤدي إلى إزهاق حياة الألاف والغرب يعلم هذا جيدا ويعلم ما يحدث في الأرض الليبية ولديه جواسيسه وعملاؤه وهو الآن لا يريد أيثار هذا الموضوع في تونس توصلت المناوشات في وسط مدينة القصرين وفي محيط مقر المحافظة غربي البلاد بين قوات الأمن والمتظاهرين يطالبون بتوفير فرص عمل لهم وبحق مدينتهم في التنمية على الرغم من إعلان حظر التجوال واستخدمت قوات الأمن قنابل الغاز المسائل للدموع لتفريق المحتجين وتشهد المدينة طرابات عقب وفاة الشاب العاطل عن العمل رضا اليحيوي الذي قضى متأثرا بحروق من سعقة كهرباء في أثناء تسلقه عمودا في مقابل مقر محافظة القصرين رفضا لاستثنائه من وظيفة بوزارة التعليم وتعليقا على تصاعد الحركة الاحتجاجية قال الرئيس التونسي الباجي قائد سبسي إن المشكلة في القصرين حقيقية والتحديات أمام الفقومة صعبة مؤكدا أنه يتفهم تحركات الشباب حيث هناك 700 ألف عاطل من العمل بينهم 250 ألف شاب يحملون شهادات ورأى سبسي أنه لا يمكن حل مشكلات من هذا النوع بتصريحات أو بجرة قلم وأن الأمر يتطلب وقتا أعرضنا وزير الدفاع الأمريكي أشتون كارتر أن جنود المارينز الأثنين عشر الذين اعتبروا في عداد المفقودين إثراء حادثي تخطم من الروحيتين في هاواي فالربع عشر من الجاري قد قتلوا وقال كارتر في بيان أن هؤلاء الجنود عاشوا وماتوا في خدمة أمة حبوها قلوبنا مع ذويهم وعائلاتهم شاكرا لسلاح الجو وحرس الحدود وفرق المارينز الذين بذلوا جهودا مضنية من أجل تحديد موقع زملائهم وانتشالهم وكان جنود المارينز الأثنين عشر على متن مروحيتين عسكريتين قرب جزيرة هاواي عندما تصادمت المروحيتان للسنة الثالثة على التوالي ينطلق مهرجان فوتوماد من بيروت عقد منظم مهرجان فوتوماد مؤتمرا صحفيا للإعلان عن برنامج الدورة الثالثة من المهرجان مهرجان فوتوماد هو مهرجان الصورة الفوتوغرافية لبلدين المتوسط وهالسنة ضيف الشرف هو إسبانيا فيه مصورين من إسبانيا من فرنسا من إيطاليا عم بيعدوا أعمالهم بالبيروت إكزيبيشن سنتر وهيدا الشي لأول مرة وهيدا برهان مع كل الصالات التانية ببيروت مثل بيبلوس بانك بالمعهد الفرنسي الثقافي بيستيشن وبفندق لغري هيدا برهان أنه هيدا المهرجان صار أكبر مهرجان للصورة الفوتوغرافية بمنطقة الشرق الأوسط هو كمان يعني فيه فعاليات عديدة بمهرجان فوتوماد مثل المسابقة الرسمية فوتوماد مع المعهد الفرنسي والفايز بيعرض عمله بفوتوماد فرنسا وأيضا فيه ورش عمل لمصورين محترفين بيحكوا عن تقنية الصورة مثلا المصور بيغ أغنو ألاغ المشهور الفرنسي رح يعرض عمل الستوديو أركور بجامعة الألبة والمصور المشهور اللبناني سيرج نجار رح يحكي عن تقنية الصورة في المدينة بجامعة الألبة أيضا والمصورة اللبنانية كارولين تابت رح تحكي عن استعمال الضوء في تقنية الصورة وهي رح تعمل هالورشة بستيشن وقال وزير الثقافة روني عريجي خلال المؤتمر في حين تتربص خلف حدودنا كوى العنف ورفض الآخر محاولة في طريقها تدمير المواقع التاريخية والأثرية واتباع عملية تطهير غير مسبوقة للثقافة من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن نكرر التزامن بثقافة السلام والانفتاح كان في النشرة الكابتاجون يباع في سيارات قوى الأمن ابحثوا عن المقدم الجيم الاشتراكي على الحلو والمستقبل على الصم قلت الحكي أفيد هالأيام في الخاص تحالف وعون جعجع في ميزان النيابية بيزيد حصتهم من هذه الدوائر بين 13 و15 مقعد يعني بيصير بين 42 و44 نايب إلهم بهذه الدوائر سميحة أمام العسكرية في حياتي لحظات وتخلق سارين ليبيا بيد المتشددين وأول ظهوره في سوريا كان في النشرة فوتو ماد في بيروت صورنا عابرة للمتوسط شكرا لكم على حسن المتابعة ونعود نلتقي بكم في نشرتنا الأخيرة لهذا اليوم عند الحديثة عشر ونصف فدمتم بأمان الله شكرا لكم على المتابعة للمتابعة 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 ل